اهلا بكم اعزائنا المشاهدين في جميع بقاعد الدنيا وهذه الحلقة الجديدة التي ندعو الله سبحانه وتعالى ان اكتب فيها البشرة والشفاء لجميع السادة المشاهدين في كل بلاد العالم النهاردة بنكلم حبيبنا في كل بلاد العالم بنكلمهم على مفاجآت طبية ويعني ادوية جديدة رخيصة والحمد لله وشكر الله يعني الدكتور جودة موجودة على قناة صحة وجمال من يوم 1-1-2008 يعني النهاردة بقى لي بالضبط 12 سنة بزيع يوميا على قناة صحة وجمال سواء بعد ادان الفجر كل يوم كل يوم بعد ادان الفجر في برنامج روضة القرآن او الساعة 5 والساعة 8 في برنامج الحكيم النهاردة يعني كنت بتكلم على شوية مبادرات المبادرات دي هي اللي بتخلي حياة الناس جميلة والمبادرات دي ربما يكون الشعار اللي احنا بنحمله شعار بسيط جدا لكن هذا الشعار بيبقى له مردود حلو قوي يعني انا يمكن اثرت في الحلقات الماضية وبرنامجنا او على صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب بالمناسبة احنا عملنا قناة جديدة على اليوتيوب اسمها قناة جود قناة جود جي او او دي قناة جود على اليوتيوب قناة جديدة وصفحتنا على الفيسبوك واللي بتابعوني حبيبي على الصحة والجمال كنا بنتكلم في المبادرات اللي غرضها الشفاء والهناء والسرور يمكن انا شفت شعار كان ولد عربي من الجزائر كتبه على التيشيرت بتاعه كلمني بالعربي كلمني بالعربي كلمني بالعربي شعار لو انطلق بين الشباب حنبقى اسعد ناس في الدنيا كلمني بالعربي يعني نحي اللغة العربية لانه ما لم نتحدث الفصحة او العربية فيما بيننا تضيع النهاردة في مدارس اللغات من كتر تدريس الحروف باللغة الاجنبية بنجيب الاطفال نخليها تقرأ الحروف العربية في المصحة مش عارفة تقرأ فارجوه تكلمني بالعربي ادرس ادرس ماس او ادرس رياضة بالانجليزية وباي لغة بس يخلي بالك من الارقام العربية واحد اثنين تلاتة اربعة مش كده فارجوه تكلمني بالعربي شعار الشعار التاني احياء العمل التطوعي هيا نعمل العمل التطوعي كل يوم بننادي في جميع الدول يلا يا شباب نشتغل عند ربنا شوية بلدنا نشتغل شوية ننظف الشوارع نشتغل شوية نشيل القمامة نشتغل شوية نزرع اتحضر للاخضر شعار دلوقتي اترفع عاوزين نخلي اسطح بيوتنا خضرة ونخلي شوارعنا خضرة وده مش هيتم الا بمجهود الاولاد من سن اعدادي وسنوي وجامعة هيا يعني نعمل هيا نعمل لله تطوعا نرفع بلدنا ونرفع يعني ذكرنا اسجد لله يرفعك مبادرة يعني ازالة الكراسي من المساجد ومن يعني الناس اللي بتصلي على الكراسي ارجوك اسجد لله يرفعك اسجد لله يرفعك لانه رصيدك عند ربنا يوم القيامة عدد السجدات اللي انت سجدتها لله واذا لم تسجد في الدنيا فلن تستطيع ان تسجد يوم القيامة تقولش بقى ظهري وركب كلام ده حاول تسجد لان ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالسجود ولما وصف المؤمنين قال محمد الرسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم وقال عليهم تراهم ايه ركعا سجد وشرف لك ان تسجد فاذا لم تسجد وقلت ظهري وركبي هتيجي يوم القيامة ما تعرفش تسجد يوم يعني يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون فالذي لا يسجد لله في الدنيا لا يستطيع ان يسجد في الاخرة اياك ان تستسلم من المرض والآلم والتعب وضهري ورجلي والدكتور قال لي وما الدكتور لا اسجد لله يرفعك ورصيدك عند الله بعدد السجدات التي سجدتها اصنع طعامك بنفسك ازرع طعامك بنفسك نتعود نزرع البلكونات نزرع الاسطح نزرع الخضار بتاعنا في حملة يلا تحضر للاخضر عشان كلنا نزرع فصل سيابك بنفسك ازرع سمرة مسمرة في حملة النظافة ازرع شجرة مسمرة ورعيها كل سنة تعالى نتعرف على المنظومة العلاجية تعالى بدل ما تقول شحتني شكرا قول لي شغلني شكرا يعني لا للشحاتة احنا عاوزين نشتغل الحقيقة انه وانا ببدأ النهاردة حديثي اليكم عن مفاجآت ومعجزات طبية يعني بفتح مع حبيب حوار انا النهاردة ان شاء الله موجود على الفيسبوك وعلى اليوتيوب قناة جود ان شاء الله من الساعة 8-9 بالليل بستقبل يعني تعليقاتكم ومشاركاتكم تعالوا نقول بس على بعض المعجزات اللي حصلت في مجال الطب احنا يعني لسه بقول ايهما اولى قطعوا السادي عشان انا شاكك في ورم امل محافظة عليه بالعلاج امكان انا قدمت في حلقاتي اكتر من 17 عينة او شريحة لسرطان السادي وقلنا يا جماعة احنا عندنا مراحل لتشخيص الاورام اول مرحلة اللي هي اللي هو الشكل الخارجي والمرحلة التانية في التشخيص اللي هي صورة الدم سي بي سي عدوا كرات الدم البيضاء والحمراء والصفايح وغيره وسرعة ترسيب لان ايه حد عنده كانسر سرعة ترسيب عالية جدا والمرحلة التالتة ان انا بعمل حاجة اسمها دلالات الاورام او الكوت فيز بروتينز اللي موجودة في الدم اسمها دلالات الاورام والحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى عمل لكل ورم مرض باسمه وبعدين المرحلة اللي بعد كده بقى نبقى نبتدي نعمل مامو جرافي او نعمل اه يعني تشخيص بالاشعة نعمل اه تشخيص في عينة او كده في بعض الاطباء يعني بيتخطوا زي المراحل وعلى طول اي حد عنده كل كيعات عينة والعينة دي للأسف الشديد بتبوضلنا الدنيا حضرب لك مثل صغير جالي واحد عنده ميلان وماء وعنده حسنة في فوق الحاجب حسنة وبعدين شلها فاتكونت تاني وكبرت شلها رحت متحولها الى رودن تألصر وبدأت تاكل العظم وقعت له العين وبدأت تاكل في الفات يا جماعة في حاجات ساكنة معانا بقالها سنين مفيش ده نلعب فيه يعني زي واحدة عندها كل كيعة في السدي او عندها كتلة في السدي مش كل واحدة عندها كتلة في السدي تروح تاخد عينة ماينفعش كده وكان عندنا قاعدة متربين عليها في كلية الطب انه ممنوع فحص السيدة للسدي قبل سن الاربعين ما لم يكن انك خراج او قلم شديد او يعني حاجة تستدعي التدخل لكن الان في بعض الناس بتستسهل جدا اي كل كيعة نشيل السدي اي التهاب نشيل السدي انا بقيت حزين جدا على محب تعالوا نمشي بالطريقة الطبية المزبوطة والخطوات الطبية المزبوطة والمراحل الصحة ايهما افضل ان انا قطع السدي ولا علجه طبعا احنا قدمنا علاج للسدي وقدمنا اربع علاجات مهمة قدمنا مشروب العصير الخضروات الخضر الخامسة الفريش وده تلاقى على النت وجايب اربعتاشر مليون مشاركة وقدمنا مشروب الخل والمية السخنة او الخل والزيت لو الناس عندها امساك بنعمل معلاجة خل ونعمل معلاجة زيت زيتون ومشروب الخل المخفف ده بيدوب الاورام تماما ايا كانت حتى لو كانت فابر وعدينوما حتى لو كانت حاجات متليفة او املح مترسبة او غيره فقدمنا عصير الخضروات الطازج اللي هو بتعصر وتتاكل بسرعة مش عارف تعصره خرطه او بشره بصل وجزر وكرفس ويعني بقدونس وفجل الخضروات الموجودة فريش يعني فريش طازجة تتقطع بسرعة وتتاكل بسرعة ثلاث مرات او تتضرب في الخلات تشرب بسرعة كباية ثلاث مرات ده بيدوب الاورام كلها طبعا اتكلمنا على علاج سرطان القولون وعلاج القطع الاطراف او الغرغرينة وقدمنا له علاجات جميلة جدا ازاي تدلك الساق وتفتح اوعية جديدة او نيوكل لاترال وازاي توصل لي القرحة السرطانية باسرع وصول وحنقول دلوقتي في الحلقات الجاية او فقرات اللي جاية ازاي نعالج يعني سرطان القولون او سرطان المعد قدمنا علاج سريع للبرد والكوحة وجيوب الانفية والانتروانزة قلتلك اهم حاجة في البرد انك تستريح تنام بالليل لو انت صهران طول الليل وبتنام طول النهار كده مش تعمل مناعة فقلتلك من فضلك يعني انا بحط نص معلية نص معلية قهوة سادة او نص معلية نسكة فيه وعليها نص لامونة بحط عليك كوباية مياه سخنة زي الشاي الكوشري المشروب ده بيفك الجيوب الانفية واحتقان الحلق والزور مش عايز اقولك في خمس دقائق ممكن اكرر المشروب ده كل ساعتين ثلاثة لغاية ما البرد يفكر بالنسبة لقرحة المعدة الناس اللي عندها مشاكل في المعدة كتير قدمنا عصير الرمان الحلو بتضرب الرمان في الخلاط تشربه فرش والعرقسوس السخن تحط معلية عرقسوس وعليها كوباية مياه سخنة والعرقسوس السخن ده اسرع علاج لقرحة المعدة والناس اللي مش لاقي عرقسوس فيه حاجة اسمها رويند بتاخد نص معلقة صغيرة رويند وعليها ربع كوباية مياه بيجيب نتيجة سريعة جدا الناس اللي احنا بنعالجها من الكبد والقولون ممكن احنا قدمنا علاجات كتير جدا للكبد والقولون وخاصة للناس اللي عندها استسقى يعني بطنه اتملط مياه وبياخد مدرات بقول مش نافع لدرجة ان فيه بعض الناس بتعمل أبدوم الاسنتيز وبتشفط مياه من البطن ومش نافع فبدي امناها خمس ستة حاجات من اول محلول العسل وزيت الزتون مع قطرات اللمون بناخد ده معلقة كل ساعتين ثلاثة وبناخد لسع النحل او سم النحل وده بيقضي على الفيروسات وبناخد ربع معلقة الراويند مع معلقة خل وربع كوباية مياه وده بيقضي على التورم المائي والاسيتس مش عايز اقول لكم انا اديت لناس نص معلقة رويند معلقة عسل نص كوباية مياه تلات مرات المياه اللي كانت في البطن دي نزلت وما بقاش يحتاج ان هو يبزو المياه من البطن تاني طبعا في حاجات كتير اوي لعلاج الكبد ايه عايز اقولها يعني لكن تعالوا نعدي على الناس اللي ممكن تسخن وتبرد اللي ويندول يمكن لسه واحد مكلمني ابنه عنده عشر سنين شوية يسخن شوية يبرد شوية يسهل شوية يعني يبقى عنده يمساك طبعا احنا بنشك في حاجات اللي ويندول يعني نزلت البرد ممكن تكون نزلت في الابرس فيراتور يعني نزلت برد في جهاز تنفسي ممكن تكون نزلت برد في جهاز المعوي نزلة معوية يعني فممكن تكون فيرال انفكشن يعني اصابة فيروسية او اصابة بكتيرية ممكن تكون تيفويد ممكن يكون فيروس ايه وفيروس ايه للأسر الشديد يعني هيباتايتس ايه فيروس منتشر لمن دول وخاصة مع التلوث والعالة بتاكل حاجات مش هي ممكن انا حذرتكم دايما وحذرت اخواتي وحبيبي من الحاجات المحفوظة والاكياس والشبسيات والكول والمواد الغمقى والشوكولاتات لسه دلوقت اهو مش عايز اقولكم من ساعة واحدة كان فيه يعني استاذة فاضلة بتسأل اللي عندها طفل عنده توحد وفرط حركة ومش اجرى سيطر عليه قلت لها ان احنا جربنا مع الولاد اللي عندهم فرط حركة وتوحد حاجات بسيطة زي معالاية عسل نحل كل ساعتين ثلاثة بتديله طاقة فبتديك لانه ساعة بيبقى فرط الحركة نتيجة نقص طاقة او نتيجة نقص فيتامينات او نتيجة مشكلة في التوصيلات العصبية فبدل ما انا باعتمد على زي الناس اللي عندها سرعة باعتمد على الدباكين والتجريطول على طول لأ بجرب حاجات تانية بجرب معالاية عسل كل ساعتين بجرب مبشور الجزر او مبشور البصل او مبشور التفاح بدي حاجة فيها بوتاسيوم وفيها مولتي فيتامين حاجات طبيعية وبدل معالاية عسل كل ساعتين بتبتدي الانسانية ساعات التشنجات بتبقى نتيجة نقص فيتامينات او نقص طاقة نقص سكر وساعات التشنجات بتبقى نتيجة سخونة فيه عيال لما بتسخن بتتشنج وساعات التشنجات بتيبقى تيجب نقص طاق أو إصابة فيروسية فإحنا بنستبعد الأول العوامل اللي بتعمل هذه التشنجات أو بتعمل هذا الصرع وندي حاجات بسيطة وبعدين نكمل العلاج بتاعنا كنا بنتكلم على هشاشة العظام وإزاي إن إحنا نقدر نعالج هشاشة العظام هشاشة العظام يعني إيه؟ فيه ناس بتحس إنه عضمها كله بيوجعها عضمها كله بيوجعها ده نتيجة إنها ما بتعودش في الشمس عندها مشكلة هرمونية الجسمها ما بيقدرش يمتص كالسيوم لإنها ما بتتحركش ما بتشربش مشروبات كل ساعتين فيه ناس بتنشب نفسها طول النهار لكن يجب وأنا بعالج هشاشة العظام إن أنا أزبط مع الشمس أزبط الهرمونات أزبط الهضم والامتصاص أعالج الإمساك وهكذا للأسف الشديد فيه موضة انتشرت في الأيام اللي فاتت اللي هي موضة تحليل فيتامين دي لدرجة إن الدكتور حسام موافي يعني رافع قضية على الأطباء اللي بيطلبوا تحليل فيتامين دي طبعا دي يعني مش عايز أقول تقليعة جديدة وكله مش فيها وتحليل فيتامين دي فيتامين دي بلد مليانة شمس وإحنا عارفين إن فيتامين دي أكتف فيتامين دي دوما بينشط مع الشمس مع الجلد بتحول الفيتامين دي الخامل اللي دايب فيه الدهون وأنتوا عارفين إن فيتامين دي أحد اله أحد الفيتامينات الزائبة في الدهون بيحولها إلى أكتف فيتامين دي وبقى كويس كويس فليه أنت عاوزني أعمل تحليل فيتامين دي وكل شوية واحد جايلي بيعمل تحليل فيتامين دي زي تحليل هليكوباكتر كل واحد جايلي وإنه عندي الميكروب الحلزوني الميكروب الحلزوني كل البلد بقى عندها حلزونة فأنا بقول لهم يا جماعة يعني خليكوا كويسين يعني كل الناس عندها هليكوباكتر كل الناس عندها ميكروب حلزوني بس هو إمتى ينشط ويبقى باسوجين إمتى الميكروب الحلزوني يبقى مرضي في حالات إن انت أخدت نزلات برد صهرت شوية زعلت شوية فلما الإنسان بيزعل ومنعته تقع وياخد صدمة برد هيلقي إن الميكروب الحلزوني نشط وبقى باسوجين تعالوا نقول مثلا لو أنا عندي انتميبة وهذا يقول لك أنا عندي انتميبة متحوصلة في القولون وأنا بقول لك ما تخلقش لسه لما عندهوش انتميبة كل ناس عندها انتميبة المهم أنت بتقدر تسيطر عليها إزاي لو أنت خدت نزلات برد وصرت كتير وكلت حاجات حدقة كتير ومخللاتها أنت أفسدت الغشاء المخاطي للمعدة والأمعاء وبالتالي هتنشط تعليق الإيه الانتميبة والميكروبات وتتحول من أشياء مسالمة إلى باسوجين وأشياء مرضية نرجع تاني ونتكلم على علاج السرطان الحقيقة أنه علاج السرطان يعني أنا قدمت علاجات للسرطان والعلاجات لفشل الكلوي الفشل الكلوي الحمد لله إحنا عندنا يعني يعني متهيق للغاية دلوقتي الأستاذ الوحيد في العالم واللي الناس بيجي له من كل دول العالم عشان تعالج الكلة يعني كعلاج مساعد للغسيل وكعلاج مساعد بدل الزرع يعني فإحنا بنرجع الكلة سليمة حتى لو بتغسل الكلة بقالك عشر سنين إيه اللي أنت بتديها دكتور جودة الحلقة بتاعت الكلة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب عليها أكتر من 12 مليون مشاركة وفيه دلوقتي 30-40 موقع كلهم بتاعت دكتور جودة محمد عواد بقدم علاج للفشل الكلوي من فضلك قبل ما تغسل وحتى لو بتغسل ها مدام فيه كلية مدام لسه فيه كلية موجودة إن شاء الله فيه حاجات بتنشط الكلة الحاجات اللي بتنشط الكلة يا جماعة خدناها اللي هي المشروب الزهبي المشروب الفضي المشروب البرونزي كل ده مسجل على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وزي ما بقول لكم الحلقة بتاعت علاج الكلة جايبة أكتر من 12 مليون مشاركة فمن فضلك ارجع للحلقة بتاعت علاج الكلة الناس بتجلنا من كل بلاد العالم علشان تتعالج من الكلة حتى لو بتغسل حتى لو زرع لما بنتكلم على علاج السرطان بقولك من فضلك في علاج السرطان أولا نعرف الأسباب اللي عملت السرطان ثانيا نمشي بالخطوات اللي قلنا عليها لها صورة الدم وتحليل دلالات الأورام ونعمل سرعة ترسيب وبعدين نعمل المسح الزري لو عاوز الشاكين في حاجة وبعدين نعمل آخر حاجة لعينة الحقيقة أن فيه ناس بتحكس هذا الترتيب وتبدأ بالعينة الأول طبعا الكلام ده بيجيب نتيجة عكسية خالص لأن كل العينات تقريبا بيقولوا أنها سرطان وبدأوا عليك سرطان والمريض معدوش سرطان أفضل يعني مش عايز أقسم بالله العظيم أن 3 تربع 75 في المئة من الحالات اللي شالولها كانسر بريتو شالولها السادي السادي سليم السادي سليم الناس اللي عملوا له سرطان نقولون ما كانش تسرطان وعين إذا كان كورونز ولا كان ألتريتف بس هم تسرعوا والعينة دايما بتقول أنه هو سرطان لما بنيجي نتكلم على علاج أمراض القلب وأنا بسأل سؤال أيهما أفضل إن أنا أعمل أسطرة وضعامة وأسطرة وضعامة ولا أبتدي أعالج القلب بمزيبات الدهون ومقويات العضلة وموسعات الأوعية فيه دا كاترة للأسطرة الشديد مستعجلة الأسطرة والضعامة أول ما يروح له مريض مش قادر ياخد نفس أو عنده زبحة أو عنده حاجة بتشكر في صدره في الشمال يقول لك على طول الدكتور نعمل أسطرة أسطرة استكشافية أسطرة وضعامة طبما للأسطرة الشديد عندنا ناس كتير عندها كرش واللي عنده كرش بيبقى الكرش ده أو البطن الكبيرة دي ضغطة على القلب فبيبقى مش قادر ياخد نفسه فبدل ما دا كاترة تعالج القولون يتعالج القلب أسطرة وضعامة والمريض مش قادر ينام مش قادر ينام لأنه كرشه كبير وبعدين ما ينفعش نعمله أسطرة وضعامة ما ينفعش والله العظيم جاء لي مريض عامل ستة ستة أسطرة وضعامة الواحدة وخمسين ألف جنيه ومش قادر ينام بقاله تلات سنين كل ما يروح لدكتور أسطرة وضعامة أسطرة وضعامة وقلبه سليم بالمناسبة لم يحتاج لأسطرة ولا ضعامة لكن لما اديته منظفات القولون وركز معادي اديته منظفات القولون وبدأ للامساك المزمن بقي عنده اليونة بدا ينام على ظهره ويدعيلي لأن أعراض القولون ألعن من أعراض القلب وللأسف الشديد القولون يا جماعة القولون لما بيتسدف حتة بيقعد يعمل دربات 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 وتيجي تنام مثلا على الجنب دا أو الجنب دا تلاقي دربات دربات يقولك أنا أول ما بنام بس مع دربات دي مش دربات قلب دي ضربات القولون وضربات القولون دي ساعات بتختلط معانا مع ضربات القلب لدرجة ان احنا بنرسمها وبتطلع فيه الاكسترا ستول او حاجة اسمها الدربة الزيادة الدربة الزيادة دي بيزار شيء مش بتاعة قلب خالص ولكن لما علجنا القولون وما بقاش فيه امساك مزمن ولا غزات ولا انسدادات في القولون اختفى الاكسترا ستول واختفت الدربات الزيادة واللي كان بيدرب في البطن يضرب 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 اختفى فمش عايزك كل حاجة تحصل أعراض القولون بتطلع للجنب الشمال وساعة بتطلع على غير السر وساعة تطلع لفوق وتختالط على أعراض القلب علشان كده نبدأ بالعلاج الأول لو عندي قلب وعندي قولون أبدأ بعلاج مين؟ أبدأ بعلاج القولون الأول بعد ما أبدأ بعلاج القولون أخذ مزيبات الدهون زي التوم في الزبادي أو الخل المخفف بأخذ موسعات الأوعية زي الحبهان والخردل بأخذ مقويات العضلة زي اللانوكسين أو بقولوا عليها الديجوكسن حاجة اول عضلة كده خلاص وساعات بنيدي فص حبهان فص واحد حبهان بيقوي عضلة القلب ساعات انظف الجسم من الداخل فنظف القولون عشان انظف القلب القلب ده بيحب الحركة يعني اذا كان القلب عاوز قولون نظيف فالقلب ايضا عاوز ايه عاوز حركة لان القلب يقوى بالحركة ويضعف بالكسر عشان كده في حاملة نزلت بيقولك من فضلك لو سمحت امشي كل يوم نصف ساعة من فضلك لو سمحت امشي كل يوم نص ساعة النهاردة بتكلم على معجزات حصلت في الطب يعني يكفي ان اقولك مثلا انه مريضة عندها لوكيميا لوكيميا يعني سرطان دم فاجت لنا من اسبوعين ثلاثة خدنا عينة فردناها شفناها تحت الميكروسكوب بعد الصبغ الفيلم ديفرينشال كاونت لقينا عندها البلاست سيلز كتير او خلاة سرطانية خلاة سرطانية مالية الفيل اسبوعين ثلاثة بتاخد عصير الخضرات الطازج ومحلول الخل مع اللمون مع الزيت الزتون نضافة للقولون والاوعية مع العسل بالبروبلز اسبوعين جينا نبص على الفيلد خدنا عينة دم وشفناها تحت الميكروسكوب لان البلاست سيلز اختفت يا جماعة احنا بنتكلم في معجزات والله يعني ايه بنتكلم في معجزات يعني قبل ما تاخد الاشعاعي وقبل ما تاخد الكيماوي وقبل ما تاخد اي حاجة من فضلك نجرب العلاج البسيط الاول يعني ساعة ربنا بيوضع سره في ايه فاضعف خلق زي نقول مهم جدا وانا بتكلم معاكو ان انا اقول لك على معلومة خطيرة جدا المعلومة دي بتقول انه تتكون عشرات الجلطات والحصوات والقرح كل يوم في جسم الانسان ركز معاك كل يوم تتكون عشرات الجلطات والحصوات والاورام في جسم الانسان والله سبحانه وتعالى خلق لنا جهاز اسمه فيبرينيوتيك سيستم بيفك هذه الجلطات وهذه القرح وهذه الاورام يوميا فيه 13 انزيم في هذا الجهاز اللي هو في فابينوتيك سيستم يبقى أنا بنام واستريح بالليل والدفة واعرق وربنا سبحانه وتعالى بيشغل الجنود بتاعته والخلايا والإنزيمات عشان تدوب القرح والدوب الجلطات والأورام امتى بقى القرحة تكبر والجلطات تكبر والأورام تكبر لما أنت ما بتسترحش كويس ما بتمرسش رياضة ما بتاكلش أكل صحي ما بتنشطش جهاز الفابينوتيك سيستم بتاعته في جهاز تاني اسمه كاليكرين سيستم مع العرق مع العنف مع الرياضات العنيفة في جهاز آخر اسمه سيتوكاينز انترفيرونز انترلوكينز ربنا سبحانه وتعالى وضع عشرات البروتينات داخل الجسم لإزابة الأورام وإزابة الحصوات وإزابة الجلطات بشرط أدي فرصة الجسمي يتعالج لكن أنا مستعجل والقرحة كوانتة القرحة كبرت والعلاج مش نافع أنا عندي قرحة معدى وباكل مخللات ومسبكات وشبسيات وموض حفظة تم قرحة تزيد وفي حد عنده قرحة بياخد كده وبعدين الدكتور قال لي كل كل حاجة بس يخد الكونترلوك ولا جسترلوك تم كده القرحة ممكن تتمدد وممكن القرحة تنفجر وبيجينا من مستشفى ناس عندها برفوريت الدبتك ألثر يعني المعدة خرمت المعدة انسقبت وخرجت محتواتها إلى البط إزاي أنشط الأجهزة اللي ربنا عملها؟ أنا نام كويس ممنوع الصهر الصهر بيضمر مناعة العرق العرق شفاء وينشط جهاز المناعة الشمس بتنشط جهاز المناعة لا تتشائم أبدا ولا تيأس فاليأس يدمر المناعة وابتعد عن المروحة والتكيفات والمسلجات والتدخين وكتر الأدوية كل دوا هيزبط لنا جهاز المناعة طبعا يعني ممكن أنا بقولك على حاجات حلوة قوي لما أنا لسا بقولك دلوقتي تتكون عشرات الجلطات والحصوات والأورام والقرح يوميا يعني أنا قاعد كده ومدلل الرجلي في جلطات تتكون لما أجي أنام فيه صيادات في الجسم بتستطدها وتدوبها خلاص طيب لا تستمر الأجيال المهجنة في الحيوان أو البزور النباتية أكتر من جيلين أو ثلاثة أربعة بالكتير واللي احنا عملناه في الهندسة الوراثية بيرجع ويرجع الأصل تاني يعني احنا نشتري بزور مهجنة جيل اتنين ثلاثة ما بتطرحش تاني تصدق تصدق ربنا صحوة تعالى بقولك لا تستمر الأجيال المهجنة في الحيوان أو الإنسان أكثر من ثلاثة أربعة جيل واربعة زي ما لا يمكن تلويس البحر لا يمكن تغيير الصفات الوراثية في الحيوان والإنسان دائما إنما بتتبدل بعد فترة لا يمكن تلويس البحر بالمجاري مثلا لو أنت صرفت المجاري أو الفضلات أو الواسطس في البحار الموجات هترجعها لك تاني زي اللي اللي قول عليها التلويس الفضائي عندنا أقمار صناعية كتير في الفضاء والأقمار الصناعية دي عمرها لفترة دي خلص آخرتها تعمل إيه هتلويس الفضاء لا هترجع لك تاني مدار الأرض يعني كلما أفسدت عاد إليك الفسائل فالفضاء ينظف نفسه بنفسه والفضاء ينظف نفسه كما أن البحر ينظف نفسه بنفسه لما جينا نتكلم في الخلايا الجزعية كنا فرحانين جدا والخلايا الجزعية هنعمل بيها كيلة جديدة وكابت جديد وقلب جديد وهنعمل بيها أوعية وإذ فجأة يظهر لنا حاجة غريبة جدا اللي هي الأونكوجين وظهرت خلايا سرطانية في الاستمسلز بنسبة 10% يبقى فرحة أن أعملت كيلة جديدة بس فيها نسبة سرطان 10% والكبد وكذا وكذا ولذلك موضوع الأبحاث في الخلايا الجزعية أو الاستمسلز يمكن اليومين دول شايفين أنه أقل شوي صح؟ فهو أقل شوي يعني أنا رغم أنا بنتي مثلا عاملة ماجستين في الخلايا الجزعية مثلا فطبعا الجسم يعني سبحان الله بيرفض حتى الكيلة المزروعة يعني أنا زرعت كيلة في إنسان يفضل الجسم يرفضها وأنا أدي له أدوية ما يرفضهاش ما يرفضهاش لكن بعد سنين معينة تطرف وإذا كان الجسم وركز معايا إذا كان الجسم قد أفسد كليتيه يعني أنت يعني بوزت كليتين اللي ربنا أدهم لك هل تتوقع أننا لما زرع لك كيلة جديدة هتحافظ عليها؟ يعني أنا بسألك سؤال الجسم الذي يفسده كليتيه مش ممكن يفسد أي كيلة تانية؟ طيب أي هم أولى وأفضل يعني إن أنا أخذ الكيلة بتاعت الناس أخذ من ده كيلة ومن ده كيلة ومن ده كيلة على فكرة جالي ناس زرعوا كيلة وفشلت وبعد خامة ستة سنين زرعوا كيلة وفشلت وبعد خامة ستين زرعوا كيلة thank life وفشلت والله العظيم جالي ناس زرعوا ثلاث مرات وبعد الثلاث مرات رجعنا الكيلة بتاعت ربنا تشتغل تانية طبعاً الكلامي أنا بقوله ده كلام جامد وأنا مقدرش قول الكلام ده قبل 40 سنة أبحاث يعني بيشتغل أبحاث من وانا في العشرين من عمري يعني النهار ده عندي 60 سنة يعني 40 سنة أبحاث فخلي بالك أن ربنا سبحانه وتعالى بيجدد الخلايا بيجدد الكلا بيجدد الكبد بيجدد خلايا العضل بيجدد خلايا الجسم بيجدد خلايا الجلد بيجدد خلايا الشعر يعني فيه regeneration of cells فيه تكاثر وانقسام لخلايا الجسم ليه النهار هل تصدق ده بشرط أن أنا أعرف مين اللي بينقاسم وإمتى وإزاي أزود لكن أغلب الناس ما تعرفش يعني regeneration ولا يعني انقسام الخلايا ولا ولا نخاء العضم بيطلع لنا ملايين الخلايا الدموية كل يوم كل يوم ملايين الخلايا بتنتك كل يوم وملايين الخلايا بتموت وتتكسر في الطحال عارف دي؟ ولما تتكسر في الطحال بيجيب لنا تروحها من الطحال على الكابة تنزل عصارة صفراوية من لتر لتر ونص كل يوم لتر صفر عبارة عن تكسير كرات دم كرات دم بتتولد وكرات دم بتموت كرات دم بتتولد وكرات دم بتموت ده بيتم فين؟ في الإنسان يوميا ملايين الخلايا ملايين الخلايا يوميا تموت وملايين الخلايا تولد يوميا في الجلد في الشعر في الغشاء المخاطي ساعة الإنسان يخش الحمام يحس إن مصارينه طلعت ومخاط وغشاء وصديد كأن مصارينه كلها خرجت يوم اتنين يلاقي القولون بقى سليم لأن الغشاء المخاطي يتجدد بسرعة نقسم بسرعة لو انت عرفت ربنا عمل فيك ايه وميكانزمات ايه تسجد لله شكر وتتمسك بالامل والتفاقل ان ربنا قادر على انه يشفيك من السرطان وربنا قادر على انه يشفيك من الفشل وقدر على انه يشفيك من الفشل الكبدي وقادر وقادر بشرط ان تتفاقل وتدعو الله ايه دائما في فلسفتنا في علاج الامراض والسرطان بنعمل ايه بنقول يا جماعة زمان كان العلاج عبارة عن قرص رحت للدكتور زي ناس كده عندها نازل ببرد تعدي على الصيدالية ديني مجموعة برد يدي له مسكن وخفض حرارة ومضادة حياة كده يعني في بعض القرى بعض الأماكن بيعدوا على الصيدالية أو مكان بيع الأدوية أنا عندي نازل ببرد عندي يدي له ايه مجموعة اسمها مجموعة البرد خفض حرارة ومسكن مثلا ومضادة حياة وفيتامين كده يعني لكن هذا ليس بعلاج إنما دي حاجة مسكنة مؤقتا لكن لو أنا أصبت ببرد أو قرحة معدة أو حموضة مش لها أسباب ما بنامشي كويس عندي مشكلة زي سخوط الشعر مثلا في مشكلة ما بتنامشي كويس في قل التغذية ما بتاكلش صح فعشان كده لما بنيجي نعالج بنعالج بحاجات كتير يعني يجي لي واحد مثلا عالج جلد وشعر جلد وشعر أنا أضاف له قولون وأنا بعالج جلده أنا أضاف له سنان سنان هو لأنه ممكن يكون فيها ميكروب بيعمل لي مشكلة في الكيلة والكب أنا أضاف له سنان وأنا أضاف له قولون وأنا أضاف له رجلين ويمكن أنا قلتلكم فيه نصيحة غالية قدمتها على الفيسبوك وعاليوتيوب قلتلكم يا جماعة إن شاء الله إن شاء الله النهاردة الجمعة 3 يناير أنا أطالع على الهوى النهاردة إن شاء الله على الفيسبوك وعلى اليوتيوب على قناة جود النهاردة إن شاء الله الساعة 8 بالليل جمعة 3 يناير من فضلكم استنوني هقول لكم مفاجآت جميلة النهاردة قلتلك قبل ما تنام نظف لي أربع حاجات نظف لي القولون لازم تتأكد أنك دخلت الحمان ما تنامشي أبداً وأنت مزنوق أبداً اوعاً اتأكد أنك كل يوم بتعمل براض من فضلك قبل ما تنام اعمل أربع حاجات تنظف القولون نظف سنانك اغسل سنانك اتمضمط فرشة ميسوك أي حاجة من فضلك نظف سنانك قبل ما تنام ما تنامشي وفي فضلات بين سنانك لو سمحت تنظف قدميك لو بتتوضى حتى لو لابس شراب إيه لعي شراب وحط معطر أو زيت أو أي قطمة أي حاجة بين رجليك ما تسيبش رجليك تعفن أنا عارف أنه في البرد البرد الشديد ينازل تلبس شرابات وما تلعش من فضلك نظف بين سابع رجليك هتحس بالفرق نظف القولون هتحس بالفرق وأهم من ده كله نظف قلبي طب هنظف قلبي إزاي أنا دلوقتي عندي مصيبة عندي كارسة عندي كذا إزاي أرضى إزاي نظف قلبي وأبقى راضي عن الله وراضي عن الأحداث أنا طبعا ممكن يكون عندي مشكلة كبيرة مش عارف أرضى لكن ممكن أطول السجود لله شوية يعني أنا شخصية لما بيعندي مشكلة بتوضى وصلي واسجد وطول السجود وادعي لسه ما خفيتش اتوضى وصلي واسجد وطول السجود لا تترك الحزن يفتك بك لا تترك الأحزان تفتك بك اوعد سيب الهم يموتك طول السجود لله قول له يا رب الحقني أدركني برحمتك أغسني لو نمت حزين أنا بقول قعدة تنام حزين تصبح مشلول تنام حزين تصبح مشلول عشان كده ما نسيبش بعض زعلانين ما تسيبش الأم زعلانة ما تسيبش الأب زعلان ما تسيبش زوجتك زعلانة ياريت نصالح بعض ياريت نصالح بعض والكلمة الطيبة حلوة قوي والله العظيم كلمة الطيبة صدقة وأنا باعتذر عن أشياء لم أفعلها وباستغفر من زنوب لم أفعل احنا بنتوب إلى الله ونستغفره عملنا زنوب ولا ما عملناش المؤمن بيستغفر ربنا سواء عمل زنوب أو ما عملش النبي عليه الصلاة والسلام يقول إني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم والليلة مئة مرة هذا النبي وقد غفر له ما تقدم من زنبي وأنت أنا وأنت محتاجين لاستغفار ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين واللهم أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماضم في حكمك عدل في قضاوك أسألك بكل اسم هو لك علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت بيه أجبته إذا سئلت بيه أعطيت أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي جلاء أهم يوزهاب غم المرى بصري يا ربي فكك ربي يا ربي فكك ربي دايما تدعي وتسجد يعني لما ربنا قال لما حد يجي له مصيبة ولا مرض ولا مشكلة اجري ففروا إلى الله ففروا إلى الله لما تخاف من حد تجري منه لكن لما تخاف من ربنا تجري إليه ففروا إلى الله يبقى تنظف القولون لو عاوز تعالج الجل تنظف القولون تنظف السنان تنظف القدمين تنظف قلبك وبعدين لو يعني نظفت الجلد يبقى على الأقل أضعف الإيمان معلقة خلوه معلقة زيد داتون وتمسح جلدك وبين صابع رجليك وتحت الإيبط وبين رجليك ده مهم جدا يا جماعة مهم جدا وإحنا بنعالج أي مرض إن إحنا بنعمل إزابة للدهون إزابة للأملاح تنظيف الكبد تنظيف الكولة تنظيف القلب تنظيف القولون ضبط الهرمونات أنا ما بعالجش واحد بتديه القرص وقوله مش لا 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 لازم عالج كل حتة فيه مهم جدا وإحنا بنعالج السرطانات والأمراض إن إحنا يبقى عندنا تصور إيه اللي ممكن ناخده وقاية ومناعة يمكن أنا قلتلك إنه جلنا ناس عندها سرطان في اللسان أو سرطان في اللسان أبلاش سرطان يعني التهابات التهابات اللسة واللسان ومن قدر القرح مش عارفت نيه تعرف إحنا بنعمل إيه؟ بنجيب حتة شاشة أو قطمة صغيرة وعليها شوية بن بن ونقطة عسل نحن ونروح حطين الحتة دي عند القرحة سواء في اللسة أو في اللسان تجي لي ناس عندها سرطانات لسان ولسة وغدد واحد عنده غدد في الإبط نحط عليها معلية عسل وشوية بن أو شوية بروبلز ونحطها بكمادة وعليها تأم مش عايز أقولك بيجمع ويفتح يعني إحنا بنعمل يعني الأعجيب طبعا ده ما بيوقفش علاج لكن على الأقل لو عندي ألم شديد يوقف يعني لو عندي ألم شديد في أي حتة في جسمي بحط شوية أورنفل مطحنين على معلية عسل عشان يلزقوا وحطهم على الشرطهم مكان الألم يسكن الألم في خمس دقائق لو مش بيصدقني جربه أنا لو عندي ألم شديد جدا متسنيني بجيب فصين ثلاثة أورنفل أورنفل وحطه الألم يسكن لغاية لما رحل الدكتور طيب يبقى قطن بالقهوة قطن بالبروبلز قطن بالأورنفل للألم ساعات بحط قطن عليها مره وقرفه ولبان دكر بتجيب نتيجة هيلة وخاصة مع الجروح والغرغرينة فاحنا بنوصل للمرض والقرحة والألم من أقصر طريق يعني الناس بجينا غرغرينة في الرجلين أو قرح في الرجلين وهتقطع رجلين بنلحقها بإيه؟ على طول بندلك من الساق من فوق لتحت بعنف ثلاث مرات في اليوم والمرة نص ساعة وإيه كمان عشان أعمل أدفق الدم تحت عشان الأوعيل تسدت وبعدين عندي عسل ببروبلز بدهن ثلاث مرات في اليوم مش نافع بحط عليه بودرة سلفة عشان تقتل الميكروباد بودرة رنفل مثلا بودرة مر عندي جربت عندي خمستاشر مضاد دحاية وجديد عملتهم شراب وعملتهم بودرة وعملتهم دهان خمستاشر مضاد دحاية وجديد ليه؟ ليه بتعمل مضاد دحاية جديدة دكتور جودة؟ لأن المضادات اللي موجودة في الصيدرات كلها ما لم تكن مغشوشة فالبكتيريا تعودت عليها لدرجة نحن في المستشفى مش عايز أقول في أكبر مستشفى جامعي بند للناس مضاد دحاية وشرب وحؤن والميكروباد شغالة فالميكروباد ما شاء الله بقت عندها ريزيستانت يعني عندها مالتي ريزيستانت بكتيريا عندنا سلالات عنيدة جدا الحل بتاعنا أنا أخرج بالمريض ده بره المكان الموبوء ده حتى لو أحدث مستشفى وفيها تكيفات وفيها مش عارف في فيديو كل ده ما بيقاومش مرض اللي بيقاوم مرض الشمس التدليك النوم الصحي وخمستاشر مضاد دحاية جديد القرنفل والرويند والأهوة والبروبلز والإرفة والعرقسوس والصمغ وساعات بنحط بزرقاتونة وساعات بنحط صمغ عربي يعني مدي خمستاشر مضاد دحاية وسريع للسرطانات للألام للالتهابات ولازم نغير اسمع كلامي لازم نغير لأن البكتيريا تعودت على المضادات بتاعنا خلي بالك معاين مش عايز أقولك أنا كان عندي ألام شديدة في المعدة جربت أخد مش عارف زنتاك رمتدين جاسترولوك كونترولوك تعبت والآخر جبت ربع كباية ما دافية وربع معلات رويند ونقطتين كده خلي نقطتين ونقطتين زيت زيتون بسم الله والله العظيم خمس دقايق رؤت خمس دقايق والله العظيم فاللي أنا عايز أقولك عليه أنه إحنا بنجرب الأدوية لكن فيه أدوية الجسم لسه ما تعودش عليها فيه مضادات حيوية ما تعرفهاش البكتيريا والميكروبات خلي بالك فلازم نجرب عشان نخرج من الورطة وخاصة الناس اللي عندها غرغرينة وعندها قرح ما بتخفش أنا بيجي لناس عندها قرح عميقة بنجرب معها حاجات يعني لا تخطر لك على بال طبعا مهم جدا وإحنا بنتكلم على دهان العسل والبروبلس ثلاث مرات وجربنا دهان قشر لامون في الخل لعلاج حاجة اسمها الحزام الناري فيه ناس عندها حزام الناري بيموتها من القلم وفيه ناس ما بتنامشي من الهرش فمنجرب نص كباية زيت داتون على نص كباية خل ونص كباية زيت داتون ونص كباية خل وامسح جلدي واجيب معلقة قرنفل أغليها في ثلاث أربع كباية ما وهوسق وامسح جلدي أقسم بالله العظيم الهرش يتوقف في خمس دقائق فالأنا عايز أقولك عليه إن احنا بنقدم حاجات جميلة جدا للعالم وأنا إن شاء الله النهاردة بإذن الله الجمعة النهاردة الجمعة 3 يناير إن شاء الله هقابلكوا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب قناتنا اسمها قناة جود هقابلكوا إن شاء الله الساعة 8-9 على الهواء على الفيسبوك صفحة الدكتور جودة وعلى اليوتيوب إن شاء الله النهاردة 3 يناير الساعة 8 بالليل كنا بنتكلم على علاجات الأورام العلاج السيرجيكال الجراحي الكيمو سيرابي العلاج الكيميائي الرادياشن العلاج بالإشعاع وبالصدمات الهرمونة اللي فيه علاج اسمه علاج الهرموني العلاج الاميون سيرابي العلاج السايكو سيرابي البيولوجيكال العلاج البيولوجي ده غالي جدا الفيزيو سيرابي العلاج الطبيعي والعلاج اللي بيقدمه الدكتور جودة اسمه ايه فايتو سيرابي ايه الفايتو سيرابي ده يا دكتور احنا لما جبنا الجزر مبشور الجزر عوصير الجزر ومبشور البصل وكرافس وبقدونس وفجل وجرجير والحاجات دي وضربناها في الخلط وشبناها بسرعة لقينا انها اولا بتوسع العوية الميكانيزم اف اكشن ايه بقى يعني ايه الطريقة يعني اقول لك انا الموضوع ده انا ااخد فيه دكتوراه سنة من تسعين لستة وتسعين ده كان اسمه الناتشورال برودكس او البروتكتف افكت فيتامينز انفوس فوليبد الكلام ده انا اشتغلت عليه يعني مش بهجص يعني اشتغلت عليه من سنة تسعين لغاية ستة وتسعين لغاية مخدد دكتوراه فبنجيب عصير الخضرات ده وبعدين نديلي الناس فريش يعني فريش عن طازق ما تكنش في التلاجة مثلا فنقطع السلطة يبقى طبق كبير قبل الاكرة تلات مرات مبشور جزر وبصل وجرجير وفجل وبقدونس وكربس والحاجات دي او ان انا اضربه في الخلط ويشربه فريش برضو ما تكنش في التلاجة بيشتغل الانو مكانيزمه في اكشن بيعمل حاجة الفيتوسيرابي ده بينشط حاجة اسمها الاندونيوكليز انزيم والاندونيوكليز انزيم ده انزيمات لما تنتص المادة الخضراء بسرعة وهي فريش بتنتشر بسرعة وتجري تعمل حاجة اسمها كاسكيدري اكشن فبتنشط جهاز المناع بسرعة بتستصرف جهاز المناع فبينزل سايتوكاينز وانترفيرونز يروح يقتل الخلاص سرطاني فارتكها وجالي ناس كان عندها ورم في السيادي مثلا عشرة سنتي بعد اسبوعين بقى الورم اثنين سنتي جالي ناس في الورم في الكبد ورم في الكبد سبع وعشرين سنتي سبع وعشرين سنتي تحت الكوستة المارجن سبع وعشرين سنتي ورم مش عايز اقولك بعد شهر الورم بقى خمس سنتي بس فالانا عايز اقولك عليه انه الفيتوسيرابي ميكانيزمه في اكشن ورسائل دكتوراه ومنشورة واكيد المشروب الاخضر عليه اربعتاشر مليون مشاركة ادخل على قناة الدكتور جودة او حلقات الدكتور جودة او الفيسبوك دكتور جودة وحتلاقي ان الدكتور جودة مقدم علاج السرطان جرب ده عصير خضرات يعني قدمت انا حاجة لعلاج سرطان الدم اللوكيميا وسرطان الغدد اللينفاوية ويمكن انا عملت حلقة كبيرة سبعتاشر شريحة عن سرطان الدم واحد وعشرين شريحة عن سرطان الغدد سرطان الساد يقدمت سبعتاشر شريحة وشرحت سرطان القولون في تمن شريح وسرطان البرستاتا وعنق الراحم وسرطان المعدة وسرطان القولون وسرطان المتشعب او المتسس وسرطان الرعب اتكلمنا عن اسباب السرطان وعلاج السرطان ارجعوا لحلقات بتاعتي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب يمكن انا بقول لأي انسان ما عندهش اي مرض من فضلك تنظف القولون نضبط القولون دي مهمة او الله العظيم طب ليه مهمة اولا عشان تحس براحة لانه طول ما القولون فيه غازات رايحة وجاية يعمل لك الام في بعض الناس من الام القولون يقول لك الام الجنبين هتموتني وهي الام قولون في بعض الناس يقول لك من قدر التهابات القولون انا حاس ان وسطي محشوش نصين وبعدين يضلل اليدة كترة وسطي يعني ايه فقرات وسطي يعني عضلات وسطي يعني كلا ويطلع الموضوع كله قولون عنده يسهل امساج غازات فطول ما القولون ملتهب ونروح نشتكم القلب وضربات سريعة والضربات اللي بيعملها القولون تاك 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 مالاش دعا في ضربات القلب لكن بطلخبطنا يعني ايه بطلخبطنا حتى لو احنا بنرسم القلب بيطلع عندنا اكسترا ستول وضربات بيزار شيء مش هي خالص بتاعة القلب ودي غالبا بتبقى من القولون الناس اللي علجنا القولون بتاعها وادينالها ملينات وحاجات تلحم الغشاء المخاطي اختفت من عندها الاكسترا ستول خالص مهم جدا احنا عرف ندف قولون ازاي بالالياف زي بزر الكتان او بزر قطونة كل يوم معلقة في بكتريا اسمها بكتريا الزبادي او اللاكتوباسيلس سعب بيدوها في كياس بكتريا الزبادي وفي الخميرة عارفين الخميرة بتاع العيش خميرة الفرن بتاخد ربع معلقة خميرة ولا حطيتها على معلقة زبادي الله تعمل لك نضافة للبكتريا الباسوجين الموجودة وتدي لك خمائر او انزيمات هاضمة بنضاف القولون ببزر الكتان معلقة كل يوم او بزر قطونة بنضاف القولون بزبادي او ربع معلقة خميرة وبنضاف القولون بمعلقة عسل معلقة زبزتون معلقة خل وقطرة لمون كلها خفيفة دليوشا يعني بتكلم على معلقة صغيرة معلقة صغيرة على نص كباية مية نص كباية مية عليها معلقة زبزتون نص كباية مية عليها معلقة عسل صغيرة عليها نقطتين لامون وعليها نقطتين خلق بيتمضى في القولون هوى عصيرة الصبار الطازج عصيرة الصبار الطازج طبعا مش هتصدق ان الصبار بتاعنا او بنول عليه احنا اللي بيبقى محطوط في البلاكونات او محطوط في السطوح صبار نبات الصبار ده فنبات الصبار ده لما تفتحه بيدي مادة مرة كده بتقطع منها حتة صغيرة وخاصة الاوراق الصغيرة وتاخد منها معلقة المعلقة دي جيلاتينية كده معلقة هلامية بتاخد المعلقة دي بتنظف لك القولون والمعدة لو الجل ده بتاع المر ده او الصبار ده نشف سعب بيحطوه بقى كتل كده على الواح زجاجية ويعرضوه للشمس فيين شف فبيديلك حاجة اسمها مر بطار كتل بقى عند العطار اسمها المر فكتل العطار اللي اسمها المر ده اصلا كان اصلاها ايه صبار بس حطوه على الواح ونشفت وكسرت وبقى تحطت كده عاملة زي ايه هلامية كده لونها اصفر فسواء كان الصبار طازك او الصبار ناشف انا شخصيا دكتور جودة بحط حطة مر بطارخ في بقى حطة مر بطارخ وحطة لباندكر بيسلك لي ودني ومنخيري والهضم اللي عندي يتسلك نص معلقة مش عايز اقول يعني قد الأسبرينة كده مر بطارخ ونص معلقة لباندكر بحطهم في بقى صحيح فيه شوية مرارة بس بتسلك لمنخيري وزوري وداني وبتسلك للهضم جديد العرقسوس طبعا اللي في العرقسوس بنحط معلقة عرقسوس سخنة معلقة عرقسوس قاسف على كبات مياه سخنة اللي بيطيق العرقسوس ما بتطقوش يعنيه في المنخيرك وشربها بتسلك المعدة بسرعة ده أسرع علاج لقرحة المعدة في العرقسوس سخنة أسرع علاج لقرحة المعدة والقولون وأسرع علاج للجروح يعني الناس اللي عندها جروح ما بتلحمش من بره أسرع علاج لها معلقة العرقسوس دي على كبات مياه سخنة كل يوم فيه ناس بيبقى عندها امساك وامساك شديد فبنحط نص معلقة راويند على نص معلقة ساناميكا ودول مع بعض مع معلقة زيت زاتون مع معلقة عسل بيجيبوا نتيجة هيلة ده أسرع علاج للكبد وألام المعدة والقولون وتورم البط والامساك المزيد يبقى نص معلقة راويند نص معلقة زيت زاتون ومعلقة خل أعشاب وممكن ربع لمونة أو نوتوتين لمون ومعلقة خل ونص كوباية مياه دفع سريعة سريعة مضغب الزور بقى الشمر الينسون ممكن تفك بسرعة يعني مثلا أنا تعبان وعندي مغص وعايز بسرعة بجيب نص معلقة كمون بإشرق أو نص معلقة ينسون أو نص معلقة شمر احطاب بقى ومضغط زي اللبان ومعها بقى حتة مر معها حتة لبان ذكر ومضغة زي اللبان المغص بيختفي فيه دقائق أنا بدي لك علاج من البيت يعني أنا بدي لك علاج من البيت لو كل ده خدت وما بيش فايدة يبقى لازم حونة شراجية اوعى يعدي عليك يومين من غير ما تعمل براج اوعى حونة شراجية دي بقى بنعملها ايه ثلاث معالق بون السيدة وست كوباية مياه مش عايز تعمل كده حونة شراجية انيماكس من الصيدلية حونة شراجية رجاء بسرعة أخذ المعدة وبرجع والمعدة وبرجع ونلعيب فين في القولون يعني هو عنده امساك فالقولون مسدود بقى له خمسة ايام ما بيعملش براز يبقى مفيش أكراد ينزل يبقى كل ما حط أكل في المعدة عايزة رجع خلي بالك معايا يبقى أنا عشان أعالج المعدة يبقى لازم أسلك القولون فلو القولون تسلك والفضلات خرجت يبقى المعدة الأكل من المعدة أو المشروبات هتاجد طريقة أنها تنزل تحت لكن لو القولون لسه مسدود يبقى الأكل هيرجع تاني يبقى مهم جدا من فضلك من فضلك ساعات المعدة مظلومة واحد بيرجع عنده مشكلة في القولون واحد بيرجع عنده التهاب زي واحد بيرجع عنده التهاب في الكلة ساعات يبقى أول عرض للكلة الترجيع واحد بيرجع عنده مشكلة في القلب إذا مش كل واحد بيرجع عنده مصيبة في المعدة لازم تعرف هو بيرجع عليه هو بيرجع عليه فكر الأول في القولون ممكن عنده مساك عنده مساك في القولون بيرجع عليه فكر في الكلة ممكن عنده التهاب كلوي عنده التهاب بن كرياس عنده التهاب زايدة عنده التهاب عضل أي جزء ملتهب في البط بيعمل ارتجاع أو بيعمل حموضة وترجيع باستمرار وإحنا بننظف القولون لازم أقولك أن أنت عشان تنظف قولونك اوعى تستغنى عن طبق السلطة الخضرة قبل أي عكس وزي ما بقولكم المدارات اللي احنا بنعملها يعني الحمد لله العالم كله بيسمع لها تعالى عشان ناكل سلطة خضرة النهاردة تعملت مبادرات في المدارس يوم في كل سبوع الأولاد كل واحد بيجيب معاه ثمرت سكهة اللي يجيب معاه موزة واللي يجيب معاه تفاحة واللي يجيب معاه جوافاية واللي يجيب معاه تمرية وبعدين يتجمع من الأطفال بيتوزع بيتقطع ويتعمل على صنية وتعامل الأطفال يأكلوا أكل صحي كلام ده مبادرة موجودة في المدارس كلها تعالوا ناكل أكل صحي كده خلاص طيب تعالوا ناكل أكل صحي إبقى بقول لكم تعالوا ناكل أكل صحي بذكركم تاني أنا النهاردة إن شاء الله موجود على الهوى في قناة جد وموجود على قناة على صرحيت على فيسبوك الساعة 8 هقول لكم على شهاية مفاجآت جميلة جدا جدا استنوني أنا جاي إن شاء الله الساعة 8 باللي في النهاية إن كنت قد أحسنت بفضل يا وبرحمتي كل بفضل يا وبرحمتي فبذلك وإن كنت قد أسأت فأستغفر الله وشكرا لحسن سماعكم وأرجو أن تسانكم إن شاء الله أشوفكم بعد ساعتين سلام عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر